كلمات تشرق بالنور جمعتك الدر المنثور في قلبك تشعل مصباحا فيضيء بأنس وسرور العلم رحيق نسكبه ما بين قلوب وصدور فتزوت قبسا من علم ليضيء ظلام الديجور ليضيء ظلام الديجور بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حديثي معكم في هذا اليوم على من يجب الصيام قال العلماء يجب الصيام على المسلم البالغ العاقل القادر الصحيح الصحيح المقيم السالم من الموانع وهذه الشروط السبعة هي من أهم ما يتكون أولا شرط الإسلام أخرج بذلك الكافر أي إنسان كافر كفرا أصليا أو تارك للصلاة فهو على خطر تارك للصلاة لأنه من العلماء من كفر ونعمة الإسلام نعمة عظيمة لو يسجد أحدنا على الجمر منذ أن يولد إلى أن يموت ما أدى حق نعمة الإسلام نعمة الإسلام يشتري بها الإنسان سعادة الدنيا وسعادة الآخرة فنحمد الله على هذه النعمة العظيمة ونسأل الله أن يثبتنا عليها إلى الممات وهنا وقفة بسيطة حول تارك الصلاة تارك الصلاة في أصح قولي العلماء لأن فيها قولين في أصح قولي العلماء أنه كافر يعني اللي يصوم وهو تارك للصلاة على خطر عظيم الأمر الثاني يجب على قال المسلم البالغ البالغ هذا يجب عليه الصيام أما من كان دون البلوغ فهذا لا يجب عليه الصيام لكنه سبحان الله في الشرع أنه يكتب الله لح حسناته ولا يكتب عليه السيئات فالمرأة اللي حملت الرضيع لما قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولذلك الصغير إذا صلى أو صام قال كنا نعود أبنائنا يقول كما حديث جابر يعودون أبنائهم الصحابة على الصيام وهم صغار كان حتى إذا جاعوا يحاولون يلهونهم عن الطعام والأكل لأنهم ما يتحملون غالبا لكن هذا تدريب تدريب عملي فيربى الصغير على الصيام ويربى على الصلاة ويربى على الخير حتى لو لم يكنت واجبة عليه لكنه علشان يأتي وقت الوجوب هو مستعد يأتي وقت الوجوب وهو قد تعود على هذا فيكتب الله للحسنات ولا يكتب عليه السيئات هذا من ناحية البلوغ أما الأمر الثالث اللي هو العقل أما العقل أيها الكرام هذا شرط من شروط صحة الصيام أن يكون عاكل أخرج بذلك المجنون بالنسبة للعقل هو أعظم مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى وهو مناط التكليف والإنسان إذا فقد عقله إما كان مجنون في الأصل أو أنه أذهب عقله باختياره إما بسكر أو بالمخدرات هذه المصيبة فقد رأينا المجنون كيف هذيانه وكيف تصرفاته إذا فقد الإنسان عقله أو خرف أو فقد الذاكرة بالزهايمر سبحان الله يصبح الإنسان قريب من البهيمة حتى الإنسان ما يعرف القريب ما يعرف البعيد هذيانه تصرفاته كيف أن العقل هذا هو سر الوجود وهو من شروط التكليف ولذلك المخرف اللي فقد الذاكرة المجنون صاحب المخدرات الذي دخل في الهلوسة هؤلاء ما يجب عليهم الصيام ما يجب عليهم لا صيام ولا يجب عليهم إطعام هذا الشرط الثالث إذا المسلم البالغ العاقل القادر أما القادر أخرج بذلك العاجز يدخل فيه الكبير في السن يدخل فيه الكبير في السن ويدخل فيه أيضا قال الكبير في السن اللي هو ما يستطيع والمريض الذي لا يرجى برأة هذا يدخل فيه لده وكذلك من ضعف بدنه عن الصيام كالحامل كالمرضع المرضع هؤلاء في الشرط هذا يسمى القادر الشرط هذا مهم جدا علشان يعرف الإنسان فإذا كان مريض لا يرجى برأة ينتقل إلى الإطعام إذا كان كبير في السن الشيخ والشيخة ينتقلون ويعني ما يستطيعون يصومون ينتقلون إلى الإطعام وكذلك المرأة بالنسبة للحامل والمرضع والعلماء عليهم رحمة الله اختلفوا فيه بالنسبة للحامل إذا كانت تخاف على نفسها أو تخاف على جنينها الصحيح إنها تفطر تفطر سواء خافت على نفسها أو على ولدها تفطر بلا إطعام هذا الصحيح في قوله العلماء إذن هما الآن ثلاثة الذي لا يرجى برأة والكبير في السن وكذلك من ضعف بدنا عن الصيام فكالمرأة حامل ومرضع فهؤلاء ينتقلون إلى الإطعام وينتقلون بالنسبة للحامل والمرضع إذا أرادت تقضي في المستقبل ما يلزمها إطعام لأن هذا افتابه الصحابة رضي الله عنهم واختلف العلماء في هذا المسألة هل هم يطعمون أو لا يطعمون هذا الشرط اللي هو الشرط الرابع و الشرط الثالث إذن يجب الصيام أولا على المسلم أخرج بذلك الكافر ويجب أيضا الصيام لا يجب الصيام يجب أيضا على البالق ويجب على القادر أخرج بذلك العاجز ونسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة إن الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن صام رمضان وحاز على عظيم الأجر ووفق إلى قيام ليلة القدر نسأل الله ذلك ونسأل الله أن يتم علينا وعليكم نعمته وعافيته سترة ويحسانه صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد كلمات تشرق بالنور جمعتك الدر المنثور في قلبك تشعل مصباحا فيضيء بأنس وسرور العلم رحيق نسكبه ما بين قلوب وصدور فتزوت قبسا من علم ليضيء ظلام الديجور ليضيء ظلام الديجور